بعد جدل كبير أثاره مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي جمد على مستوى مجلس الأمة قبل ثمانية أشهر يتجه أعضاء الغرفة العليا بما يشبه الإجماع للمصادقة الخميس القادم على المشروع ودون ما أي تعديل يذكر على المواد التي أثرت الجدل فيما عد المعارضون على الأصابع ورغم الحجج التي قدموها إلا أن صوتهم كانت شاذا وسط المجلس كونهم يشكلون أقلية صغيرة اختلفت التفسيرات بعد توقف المشروع على مستوى مجلس الأمة وصبت في مصب الجدل الذي أحدثه المشروع حيث اتهمت وزيرة التضامن والمؤيدون من المجتمع المدني الإسلاميين بأنهم وراء توقيف المشروع اللجنة القانونية للمجلس نفت سريعا المسؤولية عن الإسلاميين وتراوحت تبريراتها بين مراعاة الظرف الذي وصف بالحساس أنذاك وبين تعميق دراسة المشروع واستشارة الجمعية المعنية غير أن البعض شكك في هذه التبريرات كون ديباجة المشروع تحدثت عن استشارة قبلية لفعالية المجتمع المدني ديباجة تعه ويقول بعد استشارة لمختلف الفئات والجمعيات أنا أظن لم تكن هناك استشارة لهذه الفئات والجمعيات كان هذا القانون عبارة عن نسخ للاتفاقية الدولية حول العنف ضد المرأة المسار الذي عرفه مشروع قانون حماية المرأة من العنف على مستوى الغرفة العليا يجعل كل المبررات التي سيغت لتجميده وإعادة بحثه من جديد وهي فمن غير المنطقي أن تتغير قناعات أعضاء المجلس دون ما أي تعديل يذكر ويتحول الرفض والتحفظ فجأة إلى إجماع إلا إذا كان للأمر علاقة بالأوامر